نذكر أنفسنا بأننا في شهر محرم الحرام وأن هذه العشرة الأوائل من محرم كان السلف يهتمون بها اهتماما بالغا والعبادة فيها وأن فيها يوم تاسعاء وعاشراء ويوافق في بعض البلدان وأن الجمعة والسبت القادمين بمشيئة الله تعالى ولا حرج في صيام الجمعة والسبت أبدا والنبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن صيام يوم الجمعة استثنى إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده ومعلوم أن ما بعده هو السبت فصيام الجمعة والسبت لا حرج فيه وقد طبق الحديث من صام الجمعة والسبت إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده فاليوم الذي بعده هو السبت فمن صام الجمعة والسبت فقد عمل بالحديث بالإضافة إلى أنه يكون قد صام تاسعاء وعاشراء وصيام السبت قد ورد في بعض الأحاديث أنهي عن صومه إلا في الفريضة ولكن أكثر المحدثين على تضعيفه وبالتالي فلا حرج في صيام الجمعة والسبت بمشيئة الله تعالى لمن أراد أن يصوم تاسعاء وعاشراء وهو لا يقصد أصلا السبت ويقصد عاشراء ولذلك لو وافق السبت تاسعاء ووافق السبت عاشراء وافق السبت عرفة يعني عرفة صار يوم سبت أو عاشراء صار يوم سبت فلا حرج في الصيام على الإطلاق لأنك إنما تصوم عرفة وعاشراء ولا تقصد أنت الآن يوما منهيا عنه وإنما تقصد اليوم المستحب الذي شرع الصيام فيه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه ونسأله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى ومن صام الخميس والجمعة والسبت هذا يكون قد احتاط لتاسعاء وعاشراء يعني يكون قد أصاب تاسعاء وعاشراء قطعا إذا صام الخميس والجمعة والسبت يكون قد أصاب تاسعاء وعاشراء قطعا بغض النظر عن دخول الشهر متى كان دخول الشهر يكون قد أصاب تاسعاء وعاشراء قطعا إذا صام الخميس والجمعة والسبت بالإضافة لما في صيام الخميس من الفضل المعروف بعض الإخوان يتذاكرون في صيام أيام البيض أيضا يقولون عندنا الخميس صيام فضل معروف الجمعة والسبتة سعاء وعاشراء ثم بعد ذلك ستأتي أيام البيض الحمد لله مواسم الخير كثيرة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته